ان هذا الحديث الصحفي الذي نحن بصدد تقديمه هو بهدف دعوة المواطنين وتذكيرهم بالاجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات ابان ظهور اول حالة اصابة بفيروس كورونا في التاسع عشر من مارس الماضي ومن هنا ادعو اصحاب كالات السفر خصوصا لاتباع الاجراءات الصحية المفترض اتباعها عند السفر وهي لبس المسافرين في الحافلات للكمامات وغسل ايديهم قبل صعود الحافلة والتباعد فيما بينهم وعلى اصحاب وكالات السفر كذلك تطبيق القرار 48 الصادر عن وزارة البنية التحتية والنقل والذي يحدد عدد الركاب داخل الحافلة كما اذكر عموم المواطنين الى عدم التجمع في المناسبات وان ثمة مخالفات في هذا الجانب لاحظتها منسقية اللجنة الفرعية للدفاع والامن لمحاربة كوفيد تسعة عشر منها المخالفات في المطاعم والاماكن العامة التي تجمع الناس ومن هنا اوجه قوات الدفاع والامن الى تطبيق الصارم للقرارات وان ضبط اي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة والغرامة واود التذكير بان حظر التجوال الليلي المفروض يبدأ عند الساعة الحادية عشر ليلا وحتى الخامسة صباحا وفق ما نص عليه المرسوم وعلى المواطنين احتراموا كل القرارات